يؤكد القائمون على مهرجان الجنادرية في مؤتمر صحفي أن رسالتهم هي نقل صورة حياة السعوديين وكيف تم الانتقال من صعوبة العيش إلى دولة المواطنة كما يحمل المهرجان دلالات سياسية تمثلت في وجود جمهورية مصر كضيف شرف هذا العام بعد تقدمها بطلب المشاركة وحلول مصر ضيفا لهذه الدورة هو أمر لا يخلو من الدلالات إذنه تأكيد على متاند العلاقات وأواصر العلاقات بين الشفقتين مصر والسعادية امتدت لتأخذ منحنة جديدا ليضيف إلى هذه القواعد الراصخة بعضا آخر يتمثل في المجالين الثقافي والتراثي نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن التواجري أوضح أن الأوبريت الغنائي توقف هذه السنة تقديرا للظروف السياسية الراهنة وسيستمر حال انتهائها أعتقد التراث ما لأنه يكون في شيء جديد هو تراثنا من عشرات أو مئات السنين أما الجديد فهو في الندوات الثقافية التي تقام وهو الجانب الثقافي بالنسبة للمحاضرات هي التي فيها التجديد والتي تسير وفق الظروف التي نحن نعيشها ونمر فيها على ضوها تقرر الندوات على هذا الأساس ورغم كون نشاط الجنادرية ثقافيا وفنيا غير عن هيئة الترفيه لم تطلب المشاركة فيه بحسب مسؤولين في المهرجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر